السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اسلام البلشة النهضة ان شاء الله معنا شرح جديد هنشوف ايه هي اهم اسباب توقف جهاز الكمبيوتر او ايه هي الحاجات اللي في الجهاز اللي بتخلي الكمبيوتر بتاعك يفسر كل شوية ويجيلك توقف عن العمل اول سبب معنا اللي هو برامج الفيروسات ان انت مش بتستخدم برنامج فيروسات كويس فعشان كده ده باهم سبب اللي هو بيوقف الجهاز بتاعك لان برامج الفيروسات زي ما احنا عارفين بتسحب كتير من الموارب بتاع الجهاز فده لو انت بتستخدم برنامج مش مجمون او برنامج مش كويس فده هيوقف الجهاز بتاعك فاهم البرامج او احسن البرامج بتاع الفيروسات عندك برنامج افاستو عندك برنامج كاسبر اسكاي عندك استسمرت في برامج كتير وكنت منزل شرحها تلاقوه في اخر الفيديو اللي هو ايه هي اهم واحسن برامج الفيروسات اللي موجودة دلوقتي فانت لو بتستخدم برنامج فيروسات مش كويس ده من اهم الاسباب اللي بتوقف الجهاز بتاع الكمبيوتر بتاعك وكمان لو انت بتستخدم نسخة ويندوز عشرة وبتستخدم فيها برنامج الفيروسات ويندوز دفندر فانت تمسح البرنامج ده والبرنامج ده اصلا مالوش لازمة وهو مش كافي لحماية جهاز الكمبيوتر بتاعك تاني سبب معانا هو نقص في التعريفات طبعا اهم الاسباب اللي هو لو التعريفات بتاعتك مش متحدثة لاخر نسخة او هي نقصة فيستحسن انت تتحدثها لان ده بتتسبب اه في توقف الجهاز بتاعك يعني لو شفنا معانا هنا لو دخلت من هنا على بروبريتس وروحت على وروحت على دفايس مانجر تمام وجبت قيمة التعريفات بتاعتي انا محدث التعريفات بتاعت الاخر نسخة ودي احسن طريقة ان انت تحدث بقى التعريفات بتاعتك بطريقة راسبية ومن غير ما تستخدم اي برامج خلاص انت هتيجي بقى على كرة تعريف اهم تعريف بالنسبة لك اللي هي تعريفات كارت الشاشة ده اهم تعريف والبروسيسور دول اول حاجة تحدثها وبعد كده تدور على بقية الحاجات التانية ده قدامنا ده اللي هو بتاع كارت الشاشة انا عندي طبعا كارت خارجي وداخلي انت لو عندك كارت واحد هتعرفه عندك عادي تمام انا عندي كارت داخلي وخارجي فعشان كده اظهر لي اثنين تمام وتحدث بقية التعريفات بتاعتك تمام وفيه برنامج هو يعني لو مش حابب بالطريقة ده وحابب ان انت تعرف برنامج عندك برنامج درايفر بوستر هو بيعرف التعريفات بتاعتك بس من عن نت يعني بيحملها لك من عن نت السبب الثالث من اسباب توقف جهاز الكمبيوتر بتاعك عن العمل اللي هو فيه برامج كتير بتشتغل في الخلفية بتاعت الويندوز والموضوع ده بالزات في ويندوز عشرة عنه عن بقية الويندوزات التانية لانه ويندوز عشرة بالزات الخدمات بتاعته زادت والبرامج بتاعته اللي بتشتغل في الخلفية كمان زادت ازاي تتوقف البرامج اللي بتاع الخلفية دي انت هتروح من هنا على علامة الويندوز و هتروح على الستنج بعد ما تفتح معاك هتروح من هنا على البرامج او الخصيه وهتنزل تحت هتلاقي عندك اللي هي background app او اللي هي التطبيقات اللي بتشتغل في الخلفية هتفتحها هتلاقي عندك كلمة فوق اسمها on او off انت هتقفلها عادي او توقف التطبيقات اللي فيها كلها علشان توقف التطبيقات اللي بتشتغل في الخلفية او فيه طريقة تنيية انك هتنزل على البرامج اللي تحت ديق كلها هتشوف الحاجة اللي انت محتاجها هتسبع شغالة و اللي مش محتاجه هتقفل عادي خلاص دي كانت السبب الثالث اللي هو بتاع توقف الجهاز الكمبيوتر بتاعك عن العمل السبب الرابع من اسباب توقف الكمبيوتر اللي هو الحرارة بتاعة الجهاز بتاعك فأنت لازم تتابع الحرارة بتاع الجهازك فيستحسن ان انت تحمل برنامج advanced system care لانه بيهتم بالجهاز بتاعك وبيعالج الأقراص بتاعته وبيتابع الحرارة وكده فممكن طريقة تانية لو ما عندكش البرنامج فهو يستحسن تحمله بس طريقة تانية علشان تعرف منها الحرارة انك هتخش على Task Manager وهتروح من هنا على ال performance على الأداء وهتلاقي عندك هنا التقييمات اللي هي أو الإحصاءات اللي هي بتاعت الجهاز بتاعك بس يستحسن تستخدم برنامج Advanced System Care لانه بيعملك الخطوة دي بدقة أكبر وكمان بيجيب لك إحصاءات من خلال إحصاءات دي تعرف إيه هي البرامج اللي بتتسبب في توقف جهاز الكمبيوتر بتاعك خلاص خمس حاجة اللي هي مساحة الرام بتاعتك انت طبعا لو بتستخدم رامات أقل من 4 جيجا عندك مثلا سواء رامات واحد أو اثنين أو ثلاثة فده أكيده يسبب بطء في الجهاز بتاعك لأن الرامات من أهم الأسباب اللي هي المتخصصة في السرعة بتاعت الكمبيوتر بتاعك فيستحسن الرامات بتاعك جهازك متقلش عن 4 جيجا أنا رامات جهاز 4 جيجا فعشان كده المشاكل بتاع البطءة والحاجات دي لاب يعني نادرا لما بتقابل لاني لأن رامات 4 تمام فيستحسن لو انت مثلا لو قادر تجيب رامات أعلى فيستحسن تجيب 4 أو 6 أو 8 السبب اللي بعد كده اللي هو المنافذ أو المفاتيح اللي هي بتاع USB يعني الفلاشات اللي انت بتركبها في الجهاز بتاعك فأوقات كتير بيكون الفلاشات ديت متفيروسة فالفيروس ده بيسيب جهازك وكمان بيتسبب في توقف الجهاز الكمبيوتر بتاعك آخر سبب معنا اللي هو الفيروسات لأن الفيروسات زي ما قلت لك أهم سبب أهم من بقية الأسباب اللي احنا قلناها دلوقتي إن هي الفيروسات السبب الأساسي في توقف جهاز الكمبيوتر أو السبب الأساسي في أي مشكلة في الجهاز بتاعك فاستحسن زي ما قلت لك من شوية تستخدم برنامج فيروسات كويس أحسن برنامج فيروسات اللي هو برنامج أفاصل وقلت لك كمان هسيب لك برنامج فيديو بتاع اللي هي أفضل برامج الفيروسات هسيبها لك في آخر الفيديو ممكن أنت تتابع الفيديو ده وتحمل البرنامج الفيروسات اللي يعجبك بس قلت لك أحسن برنامج أفاصل وأنا بستخدم عندي أفاصل تمام زي ما انتوا شايفين هنا أنا بستخدم عندي برنامج أفاصل بريمير آخر نسخة ومتفاعل عادي لو انتوا عايزين التفعيل بتاع أفاصل بريمير أنا رفع له فيديو على القناة بتاعته ممكن أن تشوفوه وكدة انتهى للفيديو بتاعنا النهاردة دي كانت أهم الأسباب بتاعتنا اللي هي بتتسبب في توقف جهاز الكمبيوتر بتاعك ما تنسوش اللايك والاشتراك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة